مملكة البحرين وثمانمائة مليون دولار أمريكي في عام 2021 خطط تنموية متقدمة وطموحة تعزز من النهضة الوطنية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم والارتقاء بالرؤية الاقتصادية 2030 سجلت نتائج محفزة وإيجابية تؤكد العزم على مواصلة المسير على هذه الخطة التي كانت ثماراتها تحسين المؤشرات الاقتصادية وتقدمها هذا وقد تبوأت المملكة من خلال سيرها على الطريق الصحيح تبوأت مكانة مرموقة على الصعيد الاقتصادي في كافة المجالات لتكتب فصلا جديدا من النجاحات بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شواهد ملموسة أكد عليها تقرير الاستثمار العالمي 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بزيادة تدفقات الاستثمار في المملكة يصل حجمها إلى مليار وثمانمائة مليون دولار أمريكي في 2021 وهو ما يشكل زيادة بنسبة 73% على أساس سنوي إلى ذلك فقد تمكن مجلس التنمية الاقتصادية في عام 2021 من اجتذاب ثمانمائة وتسعة وثلاثين مليون دولار أمريكي من الاستثمارات المباشرة إلى البحرين وذلك عبر عدد من المشاريع الناجحة التي يتوقع أن تخلق أمام مجموعة 4860 وظيفة في السوق المحلي وذلك استمرارا لتحقيق تطور أكبر عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية المتنوعة نظرا لما تتمتع به مملكة البحرين من اقتصاد مفتوح وحر أنكتاد هذه منظمة الدولية عادة عندها تقرير الاستثمار العالمي في العالم كله تصدره في يوم واحد في مراكز الاستثمار العالمية الحمد لله البحرين أحد الدول اللي يصدر من التقرير بالإضافة إلى توكيو والهند ونيويورك ولندن ووضن بوريس وبينيس آيرس يعني مجموعة من الدول اللي لها وزنها في الاقتصاد العالمي هذا التطور الواضح جسدته التوجيهات الهادفة للنهوض باقتصاد وطني قادر على تخطي التحديات العالمية لتؤكد مملكة البحرين تكاتف أبناء الوطن وقوته على التعافي وتحقيق معدلات نمو إيجابية طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر